يعني والله بكلم بجد مبارح اعادت مع نفسي كده بسبب مكالمة مع صديق يعني صديق ده قال لي اوسف هو انت شايف كل اللي بيحصل في مصر حلو يعني انت مش شايف ان في حاجة الا مش شايف ان في حاجة مش مزبوطة عادنا نتناقش وبتاقى وبعد اما خلصنا المكالمة احنا اصحاب يعني خلصنا المكالمة اعادت مع نفسي افكر هو فعلا اللي بيحصل في مصر كله حلو تعالي بقى هنا ايه نفرق ما بين مصطلحين كل حاجة في مصر حلوة ولا كل حاجة جديدة بتحصل حلوة في فرق ما بين حاجتين وهنا بالمناسبة عشان محدش يعبس بدماغك محدش يقعد يلعب لك في دماغك اللي هيقول لك يوسف ولا ايا من زميله في التلفزيونات والقنوات والشاشات المصرية بيتحاكوا عليك ولا اصل بيطبلوا ولا اصل بينفقوا ولا اصل بيودهنوا ولا بيتزلفوا انا اقول لك كذاب وانت تلعب لك في دماغك فبدأت تصدق القصة دي احنا عمرنا ما هنقول لك كل حاجة في مصر ماشية زي الساعة ولا هنقول لك احنا نتمنى يعني بالمناسبة هو مين فينا ما يتمناش انه بلده ووطنه كل حاجة فيها تبقى ماشية زي الساعة يعني انا مرة قريت احصاء ان الشعب النرويجي هو الاسعد على مستوى العالم اتمنيت من كل قلبي ان احنا نبقى زينا زيهم مش انت بتتمنى نفس الامنية دي يعني هل احنا مختلفين في ده انا وانت مهما كان شكل اختلافاتنا في اي حاجة هو مش انا وانت اللي بنتمنى ان مصر دي تبقى احسن حاجة في الدنيا وان الشعب دي يبقى اسعد شعب في الدنيا وان يبقى عنده كل حاجة متاحة وكل حاجة تبقى اصعارها متاحة ومهودة وكل السلع متوفرة وكل الشغل موجود وكل الدراسة موجودة ومتفل واربعتاشا هل احنا مختلفين لا عايزين نعيش في سلام مش كنا انا عايزين نعيش في سلام جميل او فاحنا مش مختلفين عن انه ده امالنا ده حلمنا ده اللي نفسنا فيه طيب هل هو ده الواقع لا يا فندم مش ده الواقع ولا حاجة خالص لسه في حاجات كتير بس علشان نخلي الحاجات الكتير السلبية دي نحولها الحاجات حلوة اولا طبعا لازم نشتغل بس لازم يبقى فيه عندنا نظرة منصفة فيه ناس بتشوف بعين واحدة وفيه ناس عايزة تشوف بالعينتين يعني مثلا فيه جانب كده يجي يقولك ايه اه لو انت اختلفت معاه فقضية سياسية اقتصادية اجتماعية فنية على طول على طول هيبدأ معاك بانك اصل انت ما بتفهمش او اصل انت مش عارف او اه 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 نفقه نفقه عشان تقبضه التمن على طول طيب مش انت بتطالب بالديمقراطية والديمقراطية دي جزء كبير جدا منها حريتي في عرض وجهة نظري بالشكل اللائقة ما بين القصين بالشكل اللائقة وحريتك في عرض وجهة نظرك برضو ما بين نفس القصين بالشكل اللائقة طب انت بتحجر على قرائي لي هو انا يا ايه ما مشي معاك يا ايه ما بقى وحش لانك هتلاقي حد تاني هيجي يقولك طب انت مش ماشي معايا بقى انت اللي وحش يا سيدي لا انت وحش ولا دا وحش لا انا وحش ولا انت وحش احنا بس مختلفين في وجهة نظر ما هرجعك تاني هو كل حاجة في مصر حلق لا مش كل حاجة بس كل حاجة جديدة بتحصل حلوة اه قولا واحدا قبلك والله العظيم قعدت افكر ايه الطريق اللي اتعمل وحش اي طريق ايه المدرسة اللي اتعملت وحشة اي مدرسة في المطلق ايه الجامعة اللي اتعملت وحشة اي جامعة ايه المستشفى او المستوصف او المركز الطب طب دا انا هقولك حاجة لطيفة ما عرفش حضرتك عارفها دلوقتي ولا لا انت عارف انه لكبار السن على سبيل المثال اه او للناس اللي مش قادرة تتحرك من بيوتها حضرتك تقدر عن طريق الويب سايت بتاع الحكومة تخش على الجزء بتاع الدخلية تخش على الخدمات المدنية تطلب عربية تيجي لحد عند حضرتك تحت العمارة مش في كومباوندو تحت العمارة يطلع رجل زي الفل والله الوالد الوالدة هيتصوره علشان مثلا محتاج يجدد بطاقته او يغير بطاقته هيتصور في البيت هو ده بالمناسبة ما كانش حتى في طموحاتنا يعني يعني انا لا اتذكر ان انا عمري فكرت ان هيجي يوم والله هي تفصيلة تبدو صغيرة بس عند اهلينا الكبار عند امي على سبيل المثال لو انا حبيت اعمل كده ولا عند ابوي الله يرحمه لو كان لسه عايش ولا كبيرة مين فينا مش عاوز يرأي حابوه امه يعني من المشوار هو انت لو رحنا اي مركز خدمات مدنية هتلاقي فل عشرة على عشرة عشرة على عشرة والله العظيم تلاتة هنلسى عامل بطاقت بنتي مش البنتي كبيرة تبقى 16 ما شاء الله مهم يعني فزي الفل ده عشان انت والله يا العظيم ولا الهوى انا رحت على الاستلام اللي رح ودها تعمل البطاقة ممتها وخالها ولا يوسف ولا مزيع ولا نائب ولا الدموع انا خدتها رحت استلامت بيها البطاقة البطاقة خلصت كده حلو ده مبدأين اه عربية هتيجي لكبار تصورهم في البيت وبنعيد الصورة مرة واتنين لحد ما تبقى الشخص راضي عن الصورة ومبسوط وتمام ويدلة تبقى في البطاقة ونغير الخانة حلو قوي التطوير اللي بيحصل في القطاع الصحي حلو قوي هتقولي بس لسه هقولك ايوة لسه يا رجل ده رئيس الدولة بيقولك لسه هو رئيس الدولة قالك انا خلصت خالص قالك لسه مفيش مرة شفنا تصريح لرئيس الجمهورية وقال احنا كده وصلنا للاخر يا جماعة ده دايما يقول لا 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 لسه لسه الطرق الحلوة دي جميلة لسه مش عقل خطوط المواصلات الجديدة لها القطار الكهربائي والقطار السرق لسه والله العظيم احنا مرة سمعناه في مرة سمعناه او شفناه بيقول غير كده طي القطاع الصحي ده لسه فيه احسن التعليم فندي لسه فيه احسن التعليم الجماعة فندي لسه فيه احسن هتيجي انت بقى كموطة تقولي اهو شفت بيقول لسه هو ما احنا لو عايزين نمسك هنمسك اهو بيقول لسه هو ايوه طبعا بالمناسبة هو لو الرئيس ما قالش لسه فيه احسن يبقى الرئيس بطل يحلم للبلد وهو مش هيبطل يحلم للبلد ولا انا وانت المفروض نبطل نحلم للبلد كل طرق حلوة مستشفيات اللي بتعمل حلوة المدرس بتعمل حلوة الجامعات اللي بتتعمل حلوة الخدامات المدنية بتعمل حلوة ايه تاني يعني مش عارضة المبادرات والمحاولات اللي بتحصل عشان نظبط الأسعار ونحافظ عليها قدر الإمكان حلو طي صرف معاشات بدري صرف مكافئات بدري صرف رواتب بدري بزياداتها كانت وحشة دي برضو حلو مظلة الحماية الاجتماعية ونعمل مبادرات معاوزات التضامن معاشات الضماء الاجتماعي دي حلو قولي إيه القرار أو المنتج اللي حصل أو المشروع اللي بعد 36 ونص نص قولي حاجة وأنا مستعد دعوا معاك للصبح نتناقش على تفصيلة أنا بالي طويل أوي ونفسي طويل أوي وفي المناقشة حد سوال حرج عاوز ناعد أرتجلك عشر ساعات شغلتي وزيادة عندي اللي أقدر أقوله لك بنعمل حد بعد بكرة مش أزمة تفاصيل في المناقشة تعالى قولي إنت هدي لك مثال بسيط كده في الخبر بتاعنا مش إحنا بإذن الله سبحانه وتعالى أنا بس عايز أنصحك نصيحة والنبي علشان خطري ما تبصش بعين واحدة بص بالعينتين كل اللي بيحصل فعلا حلو ده بعد حساب الملاكين بيني وبالنفسي أمام الله سبحانه وتعالى شاهد علي ترجمة نانسي قنقر